اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين كارثة بيئية واقتصادية تهدد سواحل الحديدة اليمنية بعد تسرب النفطي بفعل الحصار السعودي السياحة الداخلية في مصر محاولة لتعويض غياب السياح الاجانب في ظل استمرار الاضطرابات الامنية وفي النشرة ايضا الرئيس الايراني حسن روحاني يعرض انجازاته الاقتصادية وفي مقدمها نمو بنسبة ثمانية في المائة اهلا بكم كارثة بيئية واقتصادية تهدد سواحل الحديدة في اليمن وزارة النفط والمعادن اليمنية دعت المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية الى التحرك سريعا للحيلولة دون وقوع الكارثة نتيجة تسرب النفطي من الخزان العائم صافر في الحديدة غرب اليمن بعد منع التحالف تزويد السفينة التي تحمل الخزانة من الدخول كارثة بيئية تلح في الافق هكذا تقول وزارة النفط والمعادن اليمنية جراء حدوث تسرب النفطي من الخزان العائم صافر بالحديدة غرب اليمن بعد منع قوات التحالف تزويد السفينة التي تحمله بالمازوذ لتحريكه وتفريغ حمولته منذ بداية الحرب قبل اكثر من عامين التي تبلغ اكثر من مليون ومئتي الف برميل من النفط لدينا مشكلة الخزان العائم فيه مليون ومئتي الف برميل النفط بدأت تسرب الى حد الان منه نتيجة عدم وجود صيانة وهذا الخزان العائم تم بحث القضيته مع الممثل المقيم للامم المتحدة خلال زيارته الاخيرة والتقاه معالي الاخر وزير ونأمل ان يكون هناك حل عاجل لما سيسببه من كارثة بيه على مستوى المنطقة بشكل عام محاولات التحالف مستمرة يقول خبراء اقتصاديون بهدف تدمير القطاع النفطي في اليمن بعد توقف 12 قطاعا انتاجيا نتيجة الحرب بخسائر وصلت الى اكثر من 70 مليار دولار توقف حوالي ما يقارب 12 قطاع من قطاعات النفط هذا القطاع المهم الاقتصادي يمثل شريان الاقتصاد من حيث اهميته نسبة من النتيجة المحلي المالي باعتباره المصدر الوحيد للصادرات وباعتباره المصدر الوحيد للصرف اجنبي توقفه لهذه المدة الطويلة يمثل كارثة اقتصادية بكل المقاييس الاضرار الاقتصادية تمتد الى استنزاف العملة الاجنبية نتيجة الاتجاه لاستيراد النفط من الخارج بعد توقف الانتاج في الداخل نتيجة الاستهداف الممنهج لاهم القطاعات الاقتصادية في البلد اكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان انه لن يتم فرض ضريبة ارباح على الشركات او على دخل المواطن الجدعان اوضح ان الاصلاحات الاقتصادية الشاملة تنص على فرض ضريبة القيمة المضافة فقط بدءا من عام 2018 وهي لن تزيد عن 5% يذكر ان انهيار اسعار النفط بعد منتصف عام 2014 دفع السعودية للتفكير في اصلاح شامل لجميع قطاعات الاقتصاد وتغيير استراتيجية الاستثمار وخفض حد في الانفاق الحكومي ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية متجاوزا 30% على اساس سنوي في اذار مارس الماضي وتشهد مصر قفزات هائلة في اسعار السلع الاساسية وغير الاساسية منذ تعويم الجنيه وتخلط مصر في الثالث من شهر 22 نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الامريكي في خطوة مفاجئة ادت منذ ذلك الحين الى خسارة العملة المحلية نحو نصف قيمتها تقريبا انتكاسة جديدة للسياحة في مصر بعد تفجير الكنيسة في طنطا التفجير تزامن مع بداية موسم عيد الفصح الذي تحتفل به الطوائف المسيحية وبداية موسم السياحة الصيفية وكانت مصر تستعد لهذا الموسم وتسعى لانعاش السياحة المتضررة منذ نحو عامين من خلال التركيز على ما يعرف بالسياحة الداخلية التي يمكن ان تعود قليلا غياب السياح الاجانب من قال ان رمال الصحراء وطرقاتها الوعرة لا تجذب المواطنين المصريين هنا في صحراء الفيوم جنوب القاهرة تنتعش السياحة الداخلية بمختلف اشكالها محبو المغامرة والحياة البرية وعشاق السباقات الصحراوية التقوا فوق كثبان الفيوم في اطار مهرجاني الصحراء فكرنا نعمل حاجة كل الناس دي تجمعهم مع بعض ونعمل افنت واحد للصحراء لان فيه ناس كتير جدا بتشارك قدر اما الناس بتطلع افرود سواءة عربية 4x4 في الناس بيطلع بمتسكيلات في الناس بيطلعوا بعملوا سان بوردنج وتزحلوا عن رمل في الناس بيجوا يتفرجوا عن نجوم الاسترونمي والحاجات دي يهدف المهرجان الذي اقيم في يوم واحد الى تشجيع السياحة المحلية ودعوة المصريين الى اكتشاف بلادهم والانفاق عن نشطات الترفيهية في غياب سياح الاجانب الذين تجنبوا زيارة مصر منذ سقوط طائرة روسية في سيناء نهاية عام 2015 وبعد تفجير طنطا جددت الخارجية الروسية تحذير مواطنيها من التوجه الى مصر ما قد يزيد الامور تعقيدا ويرفع نسبة التراجع في عدد سياح نسبة وصلت الى 40% العام الماضي وحده ناس كتير قوي عندها العربيات الفور باي فور ناس كتير قوي عندها عربيات عايزة تخرج بيها برا المدينة فالاكتيفتي دي زادت قوي ده بتأثر بالاجاب في الصناعة في البلد في الصناعة العربيات في الشراء في الحركة التجارية في البلد فالناس بقت بتتحرك كتير قوي بتخرج فده بينتج عنه فيه ناس كتير قوي بتشتغل وشغلها ماشية على المصريين وبنطمع بعد كده في ان الاجانب يجووا يشوفوا البلد بالمنظر دوت ويأمل منظم المهرجان تكرار هذه التجربة كل عام بعد نجاح التجربة الاولى التي استقطبت الاسر والشباب والمغتربين وقعت سلطنة عمان على اتفاقيتين دوليتين احدهما مع الحكومة اليابانية حول تجيع الاستثمار ومع حكومة قبرص حول الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول للمواطنين والدبلوماسيين وتوصلت سلطنة عمان واليابان الى اتفاقية التجيع والحماية المتبادلة للاستثمار في منصة الاتفاقية مع قبرص على الاعفاء المتبادل من شرط الحصول على التأشير لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان بلاده نجحت في خفض نسب التضخم من 40% الى 10% خلال ولايته الرئاسية ولفت الى ان النمو الاقتصادي تجاوز مستوى 8% وفي اشارة الى سياسة سلافه محمود احمد نجاد قال روحاني ان الحكومة السابقة اخطأت حين اخذت قروضا من البنك المركزي لاستكمال مشاريعها محملا سياسات هذه الحكومة مسئولية الارتفاع الحاد في نسب التضخم على كل المستويات الارقام تثبت لنا انه منذ الاتفاق النووي بات المجال اكبر واوسع من اجل التقدم والحركة الاتفاق النووي اتاح رفع العديد من العقوبات الدولية حققنا تقدما كبيرا في قطاعات الزراعة والصحة والطاقة وتغطية الانترنت ولسيما في القرى والضواحي الفقيرة رأى رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية قسطنطين قسطشاف ان اي عقوبات امريكية جديدة على بلاده قد تؤدي الى افساد العلاقات مع روسيا وتعليقا على معلومات حول مباحثات يجريها الرئيس الامريكي مع عضاء ادارته لتجديد العقوبات ضد روسيا وايران لدعمهما سوريا قال كسطشاف ان الرئيس الامريكي لم يحقق اهدافه بالضربة الصاروخية التي نفذت في السابع من نيسان ابريل الحالي وقد يسعى الى تحقيقها عن طريق ممارسة الضغوط على حلفاء سوريا بحثت المستشارة الالمانية انجلو ميركل مع قادة مؤسسات دولية مالية واقتصادية دولية في الاصلاحات الضرورية لزيادة نمو الاقتصاد العالمي والتوظيف بصورة اقوى وتعميم الفائدة على كافة المواطنين من هذا النمو اللقاء الذي يعقد سنويا في مقر المستشارية في برلين يأتي في ظل تزايد التوجهات الحمائية على مستوى العالم والنزاعات التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة تحت قيادة دونالد ترامب وقبيل لقائه ميركل حذر رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخل جوريا من انغلاقي الاصواق داعيا الى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال انطلق من لندن اول قطار شحن يعمل بين بريطانيا والصين حاملا فيتامينات ومستلزمات اطفال وبضائع اخرى فيما تسعى بريطانيا الى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول العالم قبل ان تغادر الاتحاد الاوروبي الرحلة التي تقطع اكثر من 12 الف كيلو متر من شرق انجلترا الى شرق الصين تصل بعد ثلاثة اسابيع وهو تقريبا نصف الوقت الذي تستغرقه الرحلات البحرية بين البلدين وكان اول قطار قادم من الصين قد وصل الى بريطانيا في كانون الثاني يناير المنصر دعا رئيس السياسات مؤسسة سيتي اوف لندن وهي تدير الحي المالي في العاصمة البريطانية مارك بوليات الى تسريع مفاوضات خروج بريطانيا ولسيما تلك المتعلقة بالتجارة للحد من امكان حدوث اي اضطراب بوليات سعى الى تهدئة المقاوف من قيام المصارف العالمية والمحلية بنقل الوظائف الى مراكز اوروبية اخرى ويوم الخميس الماضي اطلقت رئيسة الحكومة البريطانية تيرزماي الية بريكزت بعد اقل من شهر على تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة اجمالا اعتقد ان الامور تبدو افضل نتمنى ان تجري المفاوضات بشكل سريع وجيد لا شك في ان التوصل الى اتفاق مبكر بشأن شروط الخروج من الاتحاد الاوروبي وحقوق المواطنين الاوروبيين سيقلص من الاضطرابات التي سيواجهها المستهلكون والشركات في بريطانيا واوروبا قال الوزير الاسرائيلي ايوب قرى انه ساعد في نقل منتجات غذائية شرعية لعيد الفصح اليهودي الى اليهود في دول عربية واضف قرى ان العملية تمت عبر جهة ثالثة وقام بموجبها بتأمين منتجات حلال لكل اليهود في دول المنطقة معبرا عن سعادته بالنجاح في ذلك رغم ما وصفه بالصعوبات والتوتر في الدول المحيطة هذا كل ما لدينا من اخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميدين دوت نت المزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة